لوزارة المالية وصرحت وزارة المالية أن نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ترجعت إلى 7.9% لتسجل 337 مليار جنيه خلال 11 شهر في الفترة من يوليو إلى مايو من العام الماضي 2017-2018 مقارنة بنحو 323 مليار جنيه وبنسبة 9.3% خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق ليه وده من المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة بنهاية العام الجاري إلى 440 مليار جنيه بتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة وأدوات الدين حكومية وطبعا نيابة عن وزارة المالية وعن طريق أيضا المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية ده كان خبر وزارة المالية